فخمت الرئيس المشير الركن القائد عبدالفتاح السيسي موجود في روسيا بيحضر القمة الروسية الإفريقية وسط حفاوة كبيرة واستقبال حافل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط احتفاء كبير وسعادة بالغة في أوصات حضيرة الإنتاج الإعلامي الجميع يحتفل بأن السيسي قعد جنب بوتين وأن السيسي قبل بوتين وأن بوتين رحب به وأن السيسي قبل رئيس جنوب أفريقيا وقبل رئيس الاتحاد الأفريقي وقبل رؤساء وزعماء وملوك ومشعرف إيه والعملية جميلة جدا جدا وإن بوتين وعد بمساعدات تتعلق بالغاز في مصر والجزائر وبقصة لها علاقة بالحبوب في دول إفريقيا وإحنا منها فالحقيقة في حالة من السعادة البالغة في القنوات الفضائية التي تبث من هناك من الانتاج الإعلامي فأنا الحقيقة قلت مش هادر أفوت الفرصة ويجب أن نحتفل نحن أيضا في آخر كلام كقناة مصرية بعبد الفتاح السيسي ووجوده مع فلاديمير بوتين ولكن على طريقتنا الخاصة الحقيقة فريعي لإعداد الأشرار أخذ باله من تفصيلها قد تبدو بسيطة لحضرتك لكن هي بصراحة ما ينفعش تعدي لأنه في حاجة غريبة أو يعني طالع الكام سنة اللي فاتوا كده موضة لطيفة جدا وهي مش من كام سنة اللي فاتوا هي من زمان إنه في أي خطوبة العروسة بتلبس فستام مثلا لونه مثلا أخضر فيجي العريس لابس بدلة سودة والكرافات بتاعه لونها أخضر فبيليأوا مع بعض فدائما كده يقولك انت الفستان لونه إيه فالعريس ينزل يطلعينه عشان يجيب الكرافات نفس درجة الفستان الحقيقة في حاجة غريبة جدا إحنا ملاحظينها في لقاءات السيسي وبوتين تحديدا إنه السيسي دائما بيلبس كرافات نفس لون اللي لابسها بوتين ودي حاجة غريبة أنا مش عارف يعني هل ده مثلا دليل على الوفاء دليل على الصداقة دليل على العلاقة الأبدية التي لن تموت بين مصر وروسيا وهي في عامها الثمانين كما قال بوتين له في لقائه من إحنا بنحتفل كمان أيام بثمانين سنة من العلاقة بين مصر وروسيا الحقيقة مش عارف لكن تعالوا نشوف الصور مع بعض كده واللي هي الحقيقة صور متكررة في 2019 على سبيل المثال تعالوا نشوف هنا هنا فلاديمير بوتين كان ماسك الكرافات بتاعته وماسك الكرافات بتاع السيسي وبيقوله إيه ده أنت لابس نفس الكرافات بتاعتي بعدها السيسي ببسط قوي فلبس بلاديمير بوتين كرافات تموف شوية غمقة فالسيسي راح لبس نفس اللون امبارح تقريبا هي نفس الكرافات من نفس المحل يعني امبارح الفيديو اللي نشر في اكسترا نيوز هو نفس اللون فأنا الحقيقة مش عارف يعني ده ليه دلالة سياسية له دلالة على متانة العلاقات الثنائية معرفش بس هي ملاحظة ما كانش ينفع نعديها وحضرتك بص على الصور كده عشان برضو تملي عينك معايا يعني هل بيتفقوا مثلا هل السيسي بياتصل بيقوله فخمت الرئيس هو دايما بيكلمه بيقوله فخمت الرئيس حضرتك النهاردة الكرافات اللي هنا هي عشان لايق بقعا بيكلم عباس بقوله عباس بس انزل لايق لنا الكرافات عشان بوتين يبسط الحيا مش عارف لكن عبدالفتاح السيسي بيشارك في هذه القمة الروسية الافريقية وسط حفاوة بالغة كما قلت من الاعلام المصري